هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول الذكرى الثانية عشر لثورة الخامس والعشرين من يناير وفي برقية بهذه المناسبة أعرب رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة عن تقديم أصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات لرئيس الجمهورية داعيا المولى عز وجل بالتوفيق والسداد لسيادته في استكمال مسيرة التنمية الشاملة التي يقوم بها وتشهدها الدولة المصرية في مختلف ربوعها من أجل بناء مستقبل أفضل لأبدائها